بعد خيرنا نطلع نشوف ماذا قال حمدي فتحي مع أمير هشام ودرجة نكمل مع حضراتكم بجد تحية بك يا كابتن إسلام ومكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان معايا في هذه اللحظات يعني واحد من نجوم النادي الأهلي وأحد أفضل اللاعبين في الكرة المصرية من وجهة نظر للشخصية ومش أنا بس أكيد ناس كتير جدا جدا من المتابعين وهو حمدي فتحي يا حمدي ببارك لك في البداية بقولك ألف مليون مبروك ومنورنا حبيب يا أمير ربنا خليك رب وبشكرك على الكلمتين الحلوين دول وأنا مبسوط أن أنا موجود معك أو بسجل معك يعني يعني بص انت استحق أكتر من الكلمتين دول بكتير بصراحة لعيب راجل لعيب بتأدي بروح عالية جدا جدا في الملعب سواء مع الأهلي أو حتى مع منتخب مصر لعب مهم جدا في وسط ملعب القرى المصرية الحمد لله يا أمير والله أنا أمسي على كابتن إسلام طبعا الأول عشان أمسي عليه طبعا الأول والحمد لله يعني الواحد أكيد بيلعب في نادي كبير في النادي الأهلي ومنتخب مصر عموما فشرف لأي حد يبقى موجود في المكان ده أو المكان ده بصراحة بس الحمد لله يعني لازم تطلع كل اللي عندك وما تبخلش يعني عن النادي الأهلي أو منتخب مصر حمدي الظروف كانت صعبة جدا بالنسبة للأهلي في البطولة دي وأنت كمان كنت موجود مع المنتخب ووصلته لنهاية أفريقيا لكن للأسف ما كانتش فيه توفيق أن احنا ناخد البطولة فأكيد اضايقت طبعا أكيد مريت بحالة نفسية يعني صعبة شوية قبل ما تيجي عن النادي الأهلي تخش في تحدي جديد وهو تحدي دولي برضي وبيمثل الكرة المصرية اتعاملت في الفترة دي تحديدا إزاي اللي هي ما بين الإخفاق في كأس الأمم الأفريقية والبداية أو استكمال مشوار الأهلي في كأس الأمم بص أنا أقول لك يعني بالنسبة لك أس الأمم احنا تعبنا من أول يوم روحنا فيه وعنينا كثير بصراحة يعني احنا في بلد واحدة تقريبا نركبنا أربع طيارات بنسافر وبنرجع وبنروح نلعب ولعبنا بتاع 3 مطشاط أربع مطشاط 120 دقيقة فتعبنا فكنا نتمنى أن احنا ناخذ البطولة عشان نفرح شعب مصر وكاد هتبقى حاجة بالنسبة لنا حاجة كبيرة يعني بس في الآخر ما حصلش نصيب وأكيد كلنا زعلنا ودقيقنا فبعدها بيوم تقريبا جينا على مطشي بالمراس فكنا محتاجين أن احنا نكسب فربنا ما وفقش طبعا فأكيد الواحد فالواحد تقصر فالحمد لله كنا مركزين النهاردة كنا ملعب فريق كبير والحمد لله كنا مركزين من أول دقيقة أن احنا نكسب يعني طيب ده كان واضح في الحقيقة لكن برضو في نفس الوقت قدرت أن انتوا يعني في موبرات بالمراس انت حتى منزلت عملت شغل كبير جدا كمان نيلت إشادة المدير الفني الفريق بالمراس اللي قال كلامك كبير جدا فعالك معرفش عرفتوا ولا لا بص أنا حد قال لي يعني هم قالوا لي بعد المطش بس أنا عايز أقولك برضو يعني أنا في أداء كبير أو طلعا وإحنا ما كسبناش فأنا ما قدت كامبين عليك أو الزعل حتى بعد المطش ما بحس أن أنا ما عمدش حاجة أو أن احنا كلنا عمدش حاجة هي في الأول وفي الآخر أن احنا بنلعب عن مكسب فالمكسب ده بيبقى لنا كلنا والنادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي فأكيد الواحدة يبقى زعلان ومداي يعني كان نفسه يبقى وكان حلمه أنه يبقى موجود في نهاية بطولة كبيرة زي بطولة كاس عنا مقندية فالحمد لله يعني ما حصلش نصيب وربنا يكرمني عن نديل السنة جاء إن شاء الله أنا أخو بطولة أفريقيا ونبقى موجودين تاني ونصعد نهاي يعني إن شاء الله تاني برونزالك مع نادي الأهلي بعد برونزالة السنة الفاتت أنهي أغلى والله بص اللي فاتت طبعا كانت أغلى عشان كانت أول برونزية وكانت يعني كانت صعبة شوية بس الحمد لله يعني والسنة دي طبعا غالية بس الحمد لله يعني إن احنا في الحققنا اتنين برونزية في سنتين وارا بعض حاجة كبيرة يعني حاجة كبيرة ومبروك طبعا لجمهور النادي الأهلي وإن شاء الله السنة جاء نركز أكثر وربنا يكرمنا بإذن الله هتكلم على جمهور الأهلي قبل ما أتكلم عن مباراة الهلال النهاردة أنا عايز أستغل بصراحة وجدك معي هتكلم في كذا حاجة يعني لكن جمهور الأهلي أنت مكنش موجود في مباراة منتري بس أكيد تبعت كان مالي الأستاذ جدا مباراة مباراة بالمرس كان فيه ظروف معينة خاصة بحاجز التذاكر لكن مباراة النهاردة كان دور جمهور النادي الأهلي واضح إنه هو كان مالي فعلا ملعب كله بص هو في الأول وفي الأخر وجمهور الأهلي على طول بيدينا دفعة كبيرة في كل المطشوات يعني لو إحنا بنلعب مطش ودي وفي عدد قليل بس بيدينا دفعة كبيرة يعني وبنتمنى أنه يبقى موجود ورانا على طول وبيدعمنا وإن شاء الله يعني إن شاء الله نبزل كل حاجة يعني وربنا يكرمنا أن إحنا نفرحهم يعني مطش الهلال بقى بعد مباراة بالمرس فكان فيه زعال كبير أكيد لأنه كان طموح إن إحنا ناخدها على الألفات ضيئة هلال فريق كبير وإمكانيات كبيرة جدا جدا لكن النهاردة شفنا الأهلي بإمكانياته كبيرة برضو بجاملاته الكبيرة قدر أنه يفوز بنتيجة ممتازة أربعة سفر وبغض النظر عن كروت الحامرة من أول مبارا إحنا ما شاء الله راكبين المطش بشكل كويس جدا بصوا المطش كله كان بتكلم إنه صعب أكيد مطش صعب وفرقة كبيرة بس إحنا إحنا تعودنا وإحنا في النادي الأهلي بنحب المطشات الكبيرة يعني إحنا ما بنقعد مع بعض لأ يعني عارفين ونبقى مركزين في المطشات الكبيرة قوي فالحمد لله بيبقى لينا بصمة فيها ونزلنا من أول المطش حتى قبل الطرد تقريبا إحنا كنا كذبانين وحد صفروا مسكن المطش وأنا حطيت سيناريو في دماغي بصراحة قبل المطش إنه إحنا لو جبنا جنف الأول هنكسب كتير فالحمد لله يعني ربنا بيوفق طيب عايز منك رسالة الجمهور الأهلي اللي بيحب حمدي فتح جدا ومرتوب بحمدي فتح جدا ودايما دايما بيبقى يعني زي ما أنت قلت ساند وداعم للفرقة كلها وبيحب زي ما قلت لك حمدي بشكل كبير بصراحة شايف حالة تعاطف دايما من جمهور نادي الأهلي تجاهك والله بشكرهم جدا ويعني وأنا كمان بحبهم وبشكرهم على الدعم اللي هم بيدعمهولي على طول وفي طهري وفي أي مكان بصراحة يعني على طول بيدعموني وبيحبوني فأنا بحبهم جدا والواحد لما بيتعب في الملعب أو أنه بيطلع كل اللي عنده عشان عشان الناس دي تبقى فرحانة ونحط النادي الأهلي في مكانة بعيدة وأكيد إحنا لنا بيبقى لنا طموح بتحقق حاجة فبيبقى بالنسبة لك تحقق حاجة أكبر يعني فأنت بتقول مثلا إن إحنا كنا بين يعني على أقل في الضيئة لا يعني كان عند طموح كبير السنة دي إن إحنا نلعب نلعب على الدهبية ليه ليه ما نلعبش على البطولة يعني بس يعني إحنا الحمد لله عندنا مكانيات كبيرة ولعبة كبيرة وجاس فن محترم وإدارة محترمة وجمهور محترم فليه يعني ما نلعبش على البطولة يعني فإن شاء الله السنة دي نركز أكثر ويعتبر بدئين سنة جديدة وخلاص عندنا مطشات فأفريقيا هتبدأ في المجموعات وإن شاء الله نركز فيها وإن شاء الله نرجع كسعالم أندية تاني ونلعب على البطولة إن شاء الله حتيجي البطولة بإذن الله في يوم الأيام وده حلم وطموح عند كل الأهلوية أكيد أنتوا هتشتغلوا عليه بشكل كبير ومنظومة كلها هتشتغل عليه بشكل كبير لكما يفعلش يكون معايا لعيب دولي مهم في منتخب مصر وما أخدش منه رسالة لجماهير الكرة المصرية قبل بالتحديد مطشين السنغال وحلم كسع العالم بالنسبة لنا يعني يعتبر أهم كبير من كسع الموافظ والله عايزين نقول لهم يعني احنا كنا بنتمنى أن احنا ناخد البطولة بطولة أفريقيا دي بس ما حصلش مصيب يعني وإحنا دلوقتي أفلنا أفلنا صفحة البطولة عندنا مطشين تانيين مع نفس الفرقة اللي كسبتنا في النهائي فأكيد هنبقى مركزين يعني لو كنا هنركز مية في المية لا لازم نبقى مركزين ميتين في المية عشان لحاجة كثير يعني حلم لنا أن احنا نسعد كاسعالم مرة تانية على التوالي وحلم لعبة كثير ما رحيتش كاسعالم ما رحيتش كاسعالم في المنتخب فأكيد هنبقى مركزين أكثر وإن شاء الله ربنا يكرمنا والتوفيق يبقى معنا شكراك يا حمدي وبالتوفيق دايماً حبيباً متقلب حبيب يا أمير ربنا خليكم بصوت لأننا كنتم موجود معاكم ومع جابتين إسلامي شكرا يا حمدي بشكراً جزيلا يعني طبعاً ده كان النجم الكبير جداً جداً حمدي فاتحي ما شاء الله ربنا يحمي رب من الإصابات لعيب مهمة قوي في الأهلي ومهمة قوي في منتخب مصر إن شاء الله يكون موفق مع الأهلي خلال الفترة اللي جاية عندنا يعني تحديات كتير جداً وكمان مع منتخبنا الوطني وتحدي التأهل لكاس العالم بإذن الله تعالى فلسه مستمرين معاك كابتن إسلام وكواليس إن شاء الله هنحاول يعني نجيب كواليس بقدر مستطاع لعني خلينا أقول لك أن كل دلوقتي بيحضر شنطه لأن الطائرة بدري بكرة صبح بدري فكل في غرفه بيحاول يحضر شنط بتاعته عشان يبقى جاهز في التحرك بشكل مبكر لكن بقدر مستطاع بحاول يعني نجيب بعض اللقاءات ونفرح مع جمهور النادي الأهلي عود لك في الستوديو ونرجع مرة تانية بإذن الله